مرحبا بكم الناس لكل الستة وستة وثلاثين دقيقة انتم تسلموا في بزنس سبور على اكس بريس افام معكم احباد بنريش والذاكر الواتي في الاستوديو باش نحكيه وعلى في البرتي الثاني كيما قلنا لكم بكري على البراج البراج الرابطة المحترفة الاولى والرابطة المحترفة الثانية صعود مستقبل جابس والمانتعم تعمل مستقبل سليمان باش نستقبله بالهاتف ان شاء الله كل من رئيس مستقبل سليمان ومستقبل جابس اضافة الى اليورو باش نحكيه مع مالك ترابلسي مراسل البيئين في قطر حول كل المستشدات الريدي المسابقة اللي تحظى بمتابعة كبيرة في تونس لكن قبل اليوم نمشيه الى المسابقات اللي كنا اعلن عليهم في بداية الحصة المسابقة الخاصة بنزل المرادي نستقبله مع بعضنا في الهاتف السيد محمد بشير طبوبي عسلامة اهلا وسهلا تحيات احترامات اللي يكون كافة الموجودين في البلاتو مرحبا بك سي محمد والله استفدت ياسر من البلاتو السريع بتاعكم فيه التحاليل حقيقة موضوعية ومنطقية ومعمقة نحوجنا التحاليل في عالم الرياضة كيف البلاتو تشرف عليه سيدتكم والخيان اللي معاك نشكرك سي محمد على الاستماع وعلى كل المستمعين اللي تابعوا فينا لحقيقة كل سبت على اكسبرس افام من ستة لسبع في بزنس اسبر اذن سي محمد السؤال يقول من هو الفريق الاكثر تتويجا بمسابقة كاس تونس هو الترجل ياضي تونسي فعلا الترجل ياضي تونسي هو فعلا 15 لقب احبال رقم قياسي في كاس تونس اللي الافريقي ب13 مبروك عليك سي محمد بشير الطبو بيربحت مع مورادي اوتيلس يقام لشخصين في نزل الحمامات المورادي اوتيلس او دلال دوز انبي اذن كما حكينا بكري بش نمشيو في الدباع الول وين بش نحكيو عالبراج نبدو بالرابط المحترفة الاولى سيراء عالبقاء وين مستقبل اسليمان ضمن البقاء في براج مثير جدا على مستقبل المرسى نمشيو الدباع اذن كما شفتو كما حكينا مباراة كانت صعبة جدا مباراة براج بظل بانتياز مستقبل سليمان من اللي كان بش نزل مباشرة فرصة البراج جي يلعب ضد مستقبل المرسى رينا دباع زيد كبير نلعبو المباراة في زويتن منلعبوش في زويتن اتهامات مشيرتين احنا ميهمناش في ذاي كل يهمنا الرياضي مستقبل سليمان رغم انه موصم صعيب جدا لانه ضمن البقاء اللي اللي تستغربوا في الموضوع متاع المباراة سليمان ومستقبل المرسى نحكي على زوزنواتي مهم الفار عليش ما مخدموش بالفار مهم مش تقول لي الفار عند مجموعة التتويج نوخره اخويا بنعار ونفضي الفار للمباراة هذي عليش نقول لهم انا لو كانت خيرني ما بين مباراة رايب مباراة مصيرية بتاع نادي بشي يعبت القسم الثاني مهم وإلا مباراة بتاع بطولة النجم يقول لهم كانت تحط لي الفار في مباراة في مباراة متاع تفادي نزول اكثر من المباراة فيها تتويج لانه تتويج النجم تصير فاها مثلا تصير فاها حاجات لاخر هزة تيتل لكن لاخر هو كان موجودة ثانية لكن هذي رايب فريق بش ينزل قسم الثاني رايب منطقة كاملة وشيرة كاملة هذي نحكي رايب كما طلبته سليمان زيت طلبته للفار وانتصور المرس وتطلبه زيت مع انت هذا من البدايات الساعة والملعب ومش ملعب وفار ومش فار مش تكون الظروف صعيبة برشا وانو تصور حتى فانية ما تقيتش مباراة كبيرة ياسر الكورة تقدم مع انت كبيرة موجودة لانو تعرف مباراة ترد ساندقيقة وانا تمنيت كيما كانت قبل الكورة في انجليتيرا لما تلعب اي كيس بعد التعب اذا كل كانت وانجليتيرا تخز تتعود مات شيخ تمنيت ما يكونش ماتش برك يكون زوز مباراة على الناس كل فمتبش الحظوظ تكون اكثر ومبروك لسليمان وحظه في المرسى والمرسى بصراحة هي وصلت تروح للدرجة هذي لانو جاتها برشا فرص بشكون بعيدة على الأمور هذية ومستغلت في انتظار يكون معنا جاهز في الهاتف امين البيرس ورئيس مستقبل السليمان اللي كان اعطانا كلمة ان شاء الله بشيحضر معنا على المباشر بعض اللحظات رأيك في هالبراجة هذية الميكانيزم جديدة في البطولة الوطنية كيفيش زوز في رق يعني تلعب وثما كما قلت انت ريهان كبير على طول العام يتلخص مصيرك في مباراة لا تحتمل القسمة على ثنين مباراة صعبة جدا ما تنجمش تكون يعني مباراة عادلة ومنصفة لمجهود فريقين ثلاث الموسم تو كنا نحكيو عليه براج هو نهائي كاس لازم ينخلو حل كما قلت لك حتى نهائي كاس انا انا راي رايي نهائي الكاس انا بيجي يكون زوز مباراة مش مباراة واحد لانه على ضربة جزائي كما نقول كما شوفوا في قابز ضربة جزائي توني حكيو عليها مباراة جندوبة ومستقبل قابز زادة على لقطة تنجم تيتر كامل يمشي لك ولا جيل كامل ينجم يمشي توا مثلا كما مستقبل المرسط تطاعت تنجم تطول بها تطلوع ما ترجعش كما كان لقدر لاجئت لسليمان كيف كيف ما انت البراجة داي بصراحة ما يدخلش المخ تعبت عموصل كامل مادي ومعنوي وكوروي يتلخص في مباراة واحدة صعيب ياسر ولزم يرقب له حلة وحتى كي بش نلعب براج نلعب زوز مبارايات ما نلعبش مباراة واحدة ومو نلعب زوز مبارايات ما نلعبش مباراة واحدة مش مباراة واحدة يبدو انه ناطق الرسمي باسم فاريق سليمان عزيز الحمروني بش يدخل معنا على المباش ان شاء الله اللي كي بقعد تحضر في الاتف وناتون دون نحكيه على مستقبل المرسة بذولي مستقبل المرسة فاريق الحقيقة رغم سعوده رغم تتميزه في الموسم السابق الى انه ما عرفش كيفاش يأمن بقاءه على بكري في هذا الموسم شوف كي تقول المرسة رو تقول تاريخ تعالكور رو الاكثر نوادي مشاركة في كاس تونس وانت المرسة رو بربول البرزيدون تاحهم اللي وصل رجع النادي في القسم الثالث من مستقبل المرسة رو ما نساويش سعبك على سهر الانديثار كما شوف في اللامبي للنقل فما نوادي رو في تونس بصراحة ما فيهام بشي القسم على زوز كما تقول اللامبي للنقل كما تقول مستقبل المرسة كما تقول فمت نوادي بصراحة مرسة لازم تعود تخدم وترجع فوق بورتوت كما موجودة سيمانت واركلا عنده مدة موجودة في القسم اللول فعلا ذكر في هذا اليتار معنا على المباشر في الهاتف عزيز الحمروني الناتق الرسمي باسم مستقبل سليمان عزيز عسلامة مرحبا بيك إذن موسم كان صعب جدا لمستقبل سليمان ولكن الأهم البقاء سيدس موسم على التوالي يظل بقاء كان صعيب وسليمان يستحق على الأقل البقاء في رابطة المحترفة الأولى ألو تسمع فينا عزيز أوكي يظل مش حاضر عزيز مش مشكل نمشي ونكمل وإحنا ذكر إذن ونأتون زيدا نمشي الفقرة القادمة نمشي نيوز إسكبريس ولا مازلنا نشوف التليفون حاضر ولا أوكي ذكر نرجع لكلمنا بالنسبة للمرسل كما حكينا بالنسبة لسليمان زاد فريق ثب تروحه في الرابطة الأولى المشاكل اللي صارت له في الموسم هذا عملوا يكسبلوا بش منعوا من الطريقة كيفش منعوا لأنه يحبوا لنكلوا مستخب السليمان عندو أربع خمسة مواسم موجود في الدور الممتاز وعمل الفريق ممتاز حتى في الأجانب الانتدابات ممتازة أنا حبيت يكون مثلا أنا البراج اللي حبيت ويكون ما بين المستقبل المرسل مثلا ومستقبل القابس وجندو برادية أو سليمان تكون تأتي إفادة أكثر لأنه محسوب الأربع فرد نيبو ولو حتى مستقبل القابس وجندو برادية نعرفها شخصيا المستوى متاع متاع الدرجة لو يمكن أحسن برشة نوادي موجودة يتكون الخلطة أحسن واضح باي ذولي ما تحصل ناش على ناتق الرسمي المستقبل سليمان حنوصل لفقراتنا إن شاء الله بعد بيانسوي بش نستقبل رئيس مستقبل قابس ولي كان قابل بش نشوفوا الفائز في مسابقة سبورت تاتش أحنا نمشي ولي نيوز إكس بريس وين بش نحكي كالكو نيوز عسير فعلا إذن نبدأوا بنيوز إكس بريس بالكوبا أمريكا اللي انطلقت نهار الجمعة صباحا في الولايات المتحدة الأمريكية مباراة افتتاحية للأرجنتين فيس فيها على كندا بهدف في ملعب المرساديس آرينا في جورجيا مشاهد مبهرة وتركيز كامل على ميسي بطل العالم اللي كان مساهم في الهدف الثاني للمتخب مساقة بشتتواصل حتى 14 جويل لـ 2024 واليوما نتوم على موعد معزوز مباريات لكوادور فينزويلا مع الحديش تعلير والمكسيك جامعيك مع المدساعتين تعليل بطلتنا أنجيبر للأسف حاملة تلقب دورة برلين في سنة 2022 على الملاعب العشبية كانت غادرت منذ قليلة البطولة من بوابة الرابع النهائي بعد انسحابها أمام المصنفة الثانية عالميا كوكوغوف بداعي الإصابة واللي خليت الفريق الطبي يدخل وعلى إثره قرر أنه يطلب الانسحاب من أنس حتى ما تتعكرش إصابتها أنس بعد ما تأكد أيضا غيابها على العباري 2024 تستعد لبطولة وينبيدون اللي تنطلق واحد جويلية إن شاء الله إصابة ما تأثرش على حضوظ لعبتنا في المشاركة والمراهنة بجدية على اللقب اللي وصلت فيه للنهائي مارتين على التوالي وآخر معلومة حول بعد نشر نتائج بعد نشر نتائج جديدة حول جودة المياه لا يزال الغموض يحيط إقامة مسابقة ثريت لون والسباحة المراثونية في الألعاب الأولمبية في باريس 2024 لأنه نهر السان ما زال موصلش إلى المعايير المطلوبة للمشاركة في الألعاب وما زال مارك جيوم محافظ المنطقة يقول أنه جودة المياه الحالية ليست كما يجب أن تكون بوليميك كبيرة قبل بداية ألعاب الأولمبية هذه إذن نمشي إلى المسابقة الثانية مسابقة ماجازين سبورتاتش للأزياء الرياضية وين بش نعلن على الفيز لفاة نستقلوا مع بعضنا وسيم جنوني وسيم مرحبا بيك إذن أعرف السؤال وسيم السؤال يقول شكون آخر فريق تحصل على كأس تونس لكرت القدم ما تحصل على آخر كأس تونس أو الأولمبيل بيجي مبروك وسيم فعلا عايشك وسيم هذا هو إذن الأولمبيل بيجي كان تحصل على كأس تونس بعد انتصاره على الترجع ياضي التونسي في موسم الفين وثير وعشرين الفين وثلاث وعشرين إنتي وين تسكن وسيم وجامعيتك شنية جامعيت مبروك عليك وسيم إذن بشوصلك إن شاء الله تونيو زي النادي الأفريقي إذن كما قلنا بشوك نمشيو لل الثاني الفريق اللي بصراحة معناها كان قدم مردود استفناء متخص عليك مستقبل سليمان أنت صار اتفاق لازم نعبيه تحتر أي لأن نسقنا شوف مش نكون واضحين مع سيد المستمعين نتصلنا برئيس الجماعة سيد أمين البيرسو مرتين الأمس واليوم وطلبنا منه حتى قبل بساعة كان بشي أكد الاتصال ثم أرسلنا أرسل لنا اسماس حول رقم الناتقى الرأس ما تصلنا بيه لكن يبدو أنه تم إشكالي على كل الغاية بعض رماء احنا هذا ما ينفيش اللي مستقبل سليمان حكينا عليه ونعطيه وحقه مثل جميع أنت على كل حال إذن بش نمشيوا إلى جيبس وين مستقبل مستقبل جيبس ضمن صعوده إلى الرابط المحترف الأولى في براج الفريق الذية الحقيقة قدم مردود كبير في الموسم الذية عدد نقاط تاريخي عمرو موصله جمهور مستقبل جيبس شوفنا سوار في السوشيال ميديا فرحة كبيرة يظل الفريق يستحق على قل تواجده في الربط المحترف الأولى نظرا لما قدمه من مردود في الربط الفين شوف مستقبل كبس العبادة تازم تعرف على الحاجة على جيبس بلاد الكورة بلاد الكورة شوف رئيس النادي يأكدهولي الكلام هذا قبل الفين أنا جيبس نعرفهش دخلت لها الفين وسبعة كان التعامل مع الملعب جيبس هو الموسم يطلع للنسيونال فما مثال يقولوه يخي يصار علي ترشي كلو فما مثال على جيبس يقولك تدخلها تبكي تخرجها تبكي شنية هي تخرجها تراك جيبس تسمع جيبس تتبجها يعني كش تخير فيها بحر تدخل الجيبس مفجوع تخرج منها معاش تنجم تبعد عليها فعلا أجوائك لا تشوف حتى الأجوائك بتاع العيشة غديك والبحر والحوت والسرنات والقعدة والشنيني والكورة ناس عندها عشق تحية للملعب جيبس ومستقبل جيبس بصفة خاصة على الطلوع متاح فريق لازمه بصراع يقولك حاجة زوز جيبسي لازمه يكونوا في النسيونال معاش يتاع في هذا الإطار الذكر يحضر معنا على الهاتف الرئيس مستقبل جيبس السيد محسن بوشيعة عسلامة عسلامة مرحبا بيك أحمد مرحبا بيك وزيوفك ومتابعي فعلا كما كنا نحكي وإذن صعود تاريخي في موسم صعب جدا موسم كان المستقبل جيبس مراهن جدي على الصعود ربما آخر الجولات ترجل جيسي اقتنص الفرصة ولكن عرف كيفاش مستقبل جيبس يقتنص البراج ويعود إلى صف الكبار ورينا فرحة كبيرة في شوارع جيبس تنقلتها سوشيال ميديا في المنزل احتفالات كانت لاخر الليل في استقبال بطولي الحمد لله تقريبا محسن بوشعة والفريق العامل معه في مستقبل جيبس أمنوا صعود الفريق إلى مصف الكبار يذي كواء الفرحة معناها هذه الفرحة مبرة البركور هذا ما بداش من السناء البركور هذا بداش من عامل اول كيما تعرفوا عاملول أخينا الفريق معنا في وضعية براس كما نجم نقوله كاري فيه فهمتني ما فهماش لعبين على كلكسو على سبورتيب ولا كل شيء كانت لمر كل مدهورة الحمد لله يا رب بدنا عاملول الولدات اللي بدنا بهم كملنا بهم زدنا تعمل الفريق بملعبية أخرين جدد بدنا الفريق عاملول بيطرفاني على بقيادة صغير رفقة محمد شباني ومن بعد سيموني الراشد كمل معنا العام وكمل معنا ستة جورنيات منها السناء ومن بعد جي سلقيت الزواغ يسيلوت في جبالي حمد لله يا ربي حمد لله يا ربي عام كان صعيب أمنا بحضورنا أنا بالنسبة لأ أنا أول مصافحة كانت لي معناها مع الملعبية ومعنا الساب تكنيك في الفازر تور أول اليوم معاها معنا جدت لهم راو هذاتي عامنا وعام اطلوع ويازم نمنوا مع بعضنا بالحلمة هذية وأي واحد مثلا يشك في كوننا بيش نضلعوا السناء معناها من تاو يهبط من فلوكة تاو أنا بيش نبحر تاو بيش نطلق السافينة بتاعنا ثمتني راو ودخلنا كما قلو حرقة وفي نوقت أول اللي بيش يطلع معنا يتفضل سنو معناها يسيبنا والحمد لله يا ربي عطينا خيقة صليداتنا والحمد لله يا ربي ناس كل معناها اللي ترفينا حول حول الفريق رجالات النادي الناس الميسورين جامهير جامهير بتاعنا اللي بها المناسبة معنا نشكرهم نشكرهم من كل وخاصة تعب الحمد لله يا ربي تعب الناس هضو من الكل اللي كان مشيش خصاره وتوجه بالصعود معناها فعلا موسم كان صعب جدا على مستقبل جابس حتى من الناحية المادية نعرفه الديون كبيرة كانت توراكم الفريق ولكن الحقيقة انجاز كبير قام بي الفريق ذاكر الواتي يظل يتفاعل مع السيد رئيس محسن بوشع سي محسن إن شاء الله مبروك يا أخوي عايشك الله برشيك سيدك المشكور إن شاء الله مبروك وإنا كنتش تسمع فينا قيا بس نعرفها مضيح خاصة المستقبل والملعب بصراحة هو لازم سيد أحمد تعرف اللي ينهج بيناتهم مانت اي مانت لكن برافو ليك نشكروك وبعد بش ننفجعك بسويل برافو على كيفاش خذيته النادي لأنا نعرف الحالة اللي كان فيها ممنوع من الانتداب ومعنتها ونعرف برشا حاجات حتى إدارية ما كنتش فمه إدارة ووثيق صحيح ولا أنا غالط ما اشتأكد لي كلمي ولا لا صحيح 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 بذكر اي بش توصل أنا أنا نعرف وقت اللي تحلو في المشاكل حتى الهيئة اللي قبلك ولا أنت تحلو في المشاكل مع الفيفا ما انت ناس مش لاقي وين بش تعمر حتى الوراق وبش تبع في السيستيم ونعرف وبرشا حاجات بصراحة ظلم كمجيس البراج مستقبل قيبس النجم عم الجاي بالتعب اللي تعبوه هي النجم يدثر الرئيس نادي يتعب والناس اللي كلها تتعب وتسلم لأنه هذي ظلم دو بول موجودة في تونس ويطلع واحد مننا واحد مننا بعد تعب خطر هو يعرف هو السيد الرئيس بش نسلو سؤالات اللي هو بدأ التمارين بدأوا من شهر عند عندهم عام ومي ترنا وفي الخفية وناس تتعب وكار وقال لك جوند الخفية اقوى من رئيس النادي جوند الخفية اللي توصل وتجيب ولا خطر انتي تحب النادي تبدأ تتفرش في نادي زيرو فوت فيه حتى في رينيون حتى في كار بش تخرج راو موش رئيس النادي قايم بها راو فما ايه بش كملك اي اللفت عمتع الجماهير اي اي مع انت هذا كله بالتنصيق بش تقام معيس النادي اه نقول لكم برافو لكن السوال توا وانا نعرف كذي يراك انتي ما كش قاعد ترقد عليه العام الجاي كيفاش وما تقولناش بالله بعد اللي عملت الكل بش قولنا انا رانعييت وبش مبطل وياكت عمله لذي اثني التلافة بصراحة لازم استراتيجي بش مستقبل قابس على خطر انتي انتي وكن عارفني شو بش تنسلك ايزي من قابس هاي طلعت هاي هبتت هاي طلعت هاي هبتت لازم ما تكون كي ما برشا نوادي وتكونوا ما استقرار فيوستابلو وعليش لابش عند الامكانيات تقدم القدام وتمشي للمسابقات الفريقية ولا يشو سي ذاكر خلينا نكونوا واقعيين معناها توسرتو معناها باللواحة جديدة متاع الكاف ومتاع الكل شي اه اه ان في بالاكسبسيون وما نش النادي الوحيد معناها في تونس اللي بالرسمي معناها ما نكتبش عليك انا تو عندي ثلاث ايام من التالي من الضمنت السعود وعملت المراش اليوم نلقى روحي معناها فتفات مع هذه اللواحة متاع الكاف يلزمني نحذر برشا حكيات يلزمني نفض برشا ملفات نزاعات يلزمنا معناها وهذا الكل في ظرف وجيز معناها تهمتني شوف هي المهمة ماهيش سهلة ولكن انطلقنا الحمد لله بفضل ربي كما قلنا معناها لله رجال سيزينا دي جاء نخدمه والبارح انطلق الاجتماع الأول معناها مع هيئة المديرة ونظمنا معناها اللي تاش بتاعنا قسمنا اللي تاش متاعنا وان شاء الله بخد ربي مش نسعه وان شاء الله هذا لالداخل ان شاء الله بش نحاول نوفره ما يمكن توفيره معناها كما تعرف ونس كلي كان لوايح متاع الكافة ذي اللي تنص معناها على برش اشياء احنا كجمعية معناها كنا ننشط في الربط ثاني ما كانش في بالنا بها علمنا معناها وقاع استدعاء الريونيون نهار 26 27 ماي على اسات فما خطايا زي ما تخلص معناها قبل 30 ماي ولا 30 ماي ولا ما ما نذكر معناها تصور تجي تعلمني اربعة ولا خمس ايام معناها قبل الاجيل معناها تقول يروا يزمك تخلص طن ثمتني وانتي تخمو في شهار الولاد وانتي وقتها تخمو في شهار الجوار وفلا احنا وقتا نخمم ونخمم وفي مية وقتا نخمم وكيفاش نربح وكيفاش نربح ومدنين وكيفاش نعمل وكيفاش ثمتني اي في كتب مو معناها ترجع بيا كما اقولوا الاتوالي ترجع مثلا ان انا عندي قائمة بتاع نزاعات بتاع جوارات عندهم مقتاش نسناهم اللي بطلو ثماناس بطلة كورة جملة فهمتني نلخ اروح اليوم انا مطالب في 2024 زي من نخلص ملاعبي العب في 2012 ولعب في 2013 فهمت كيفاش وإلا بش نحرم ان شاء الله ان شاء الله احنا احنا اتفاصلوا منسلموا في جمعيتنا رانا منسيبوا في جمعية في صورة ما بش نسيبوها إلا في بر الأمين معناها بتشدى كاليفيكات سيون وتبدأ كل شيء بريق معناها الدنيا كليك معناها واضحة هذا هو مهم بتاعنا في الوقت الحالي رب يوفقكم فعلا سيمو حسن لحقيقة كنا تبعنا مستقبل خاصة كيفاش بتحية الجندوب الرياضية بتحية تهاب الجماهير في قيبس في لاميكال تازليزة ونوروب الحقيقة كانوا وساهموا في نجاح هذا الفريق شكرا لكسي محسن وإن شاء الله حظ سعيد للفريق في الرابط المحترفة الأولى الموسم القادم إحنا إذن بش نواصلوا في حصتنا وبش نقفلوا باليورو واليورو ما أدراك في ألمانيا انطلق منذ أيام والحقيقة متابعة جماهيرية كبيرة جدا لهذه تنمو المتشوات رينا مباريات مفتوحة رينا عدد من الاهداف محترم ومحترم جدا مباريات كبيرة شفناها بزرنا كي شفنا وانت البارح شفنا إسبانيا إيطاليا سفر واحد سفر صور رينا زادة سفر بين فرنسا وهولندا مزال إلى حد الآن اليورو لم يبوح بأسراره معنا الآن عبر الهاتف من قطر مراسل شبكة قنوات مالك ترابلسي اللي قاعد يتابع في اليورو لحظة بلحظة مالك عسلامة مرحبا بك مرحبا بك شكرا مالك إذن أنت متابع لي اليورو في قطر في شبكة قنوات وأكيد قاعد درست كل الفرق وشفت كل الفرق كيفاش قدمت مردود متميز رينا لعب مفتوح قراعتك المبدئية أولية للجولات اللي تلعبت في كاس أمم أوروبا ألمانيا فين واربعة وعشرين فالحقيقة أشوف إذا تشنقلوا تحليل على المباريات لولانية خلينا نقول المبارتين اللي لعبوها المنتخبات واضح أنه المنتخب إسبانيا أكثر منتخب إقناع آداء ونتيجة ولكن كرة قدم تعرف اللي علمتنا مش بالضرورة المنتخب اللي قدم آداء بيهي في الدورة الأول لنجل يوصل بالدورة النهائية ولا خلينا نقول المربعة بها لحد الآن كقراءة أولية مع المنتخب البرتغالي لماذا كيف ترشح منذ قليل بعد ما رباح تركيا ثلاثة سفر ثم البرتغال ثم تركيا ثم درجة أقل فرنسا إنجلترا ما قدمتش آداء كبير صراحة يعني أكثر منتخب خلينا نقول دور مع مزيج من الخبرة ومن الشباب ديل فونتي دقاءة خلينا نقول التوليفة والتركيبة للمنتخب الأسباني يظهر لي اللي قاعدين يشوفوا فيه لحد الآن من المباريات في الدورة الأول أكثر منتخبات منتخب ألمانيا منتخب إسبانيا وبدرجة أقل منتخب فرنس هم اللي نجم ويصلوا لبعيد فعلا مالك خلينا نشير إلى منتخب ألمانيا المنتخب المستذيف ونحن نعرف ديما في اليورو يستفيد الفريق المستذيف من عامل الجمهور وعامل الملعب رينا منتخب الألمانيا لحقيقة كان فيه طريق مفتوح ربما المباريات تلعبت ضد المجر ولا ضد سكوتلاندا خليته معناه متفوق ولكن هل ترشح المنتخب الألماني هذه البطولة إلى الوصول بعيدا في النهائيات أم تعتقد أنه منتخبات كما إسبانيا ولا إيطاليا ولا هولندا قادرة أن تقلب المعطيات نحكي ولهنبي نسير على الصراح حول اللقب أكيد أكيد ألمانيا ديما مراهن شدي على اللقب خاصة تعرف في بلاده وفهمين فما بعض الأحصائيات اللي منحبه مش برش أنا لمحال الأحصائيات التاريخية ولكن تعطينا فكرة ألمانيا كل ما يفوذ بالزوز مباريات اللولانين المتاعه يوصل مينمون بعد أقل حاجة يوصل للنطف النهائي وإلى الدور النهائي وهو حط أنه فيز باللقب مارتين تقريبا يربح مبارياته اللي تعطيه دافع معنوي كبير تعطيه ثيقة ثيقة كبيرة عنده مدرب صراحة داهية كبيرة تكتيتيا مدرب ممتاز يعني يعرف كيف يوظف مليح الفريق في انتظار لأنه يكون عنده مباراة خلينا نقوله امتحان صعب لأنه الجروب متاع ألمانيا ضد سكوتلندا وإلى ضد المجر ممكن غدوة تكون معتها مباراة أصعب شوية للألمان ضد سويسرا اللي ما زالي نشان يتمع يعني حتى في المجموعة يعني ممكن غدوة نشوف شوية ألمانيا في تات أصعب من زوز مباراة لولانين شكرا لك مالك يعطيك الصحة على كل المعطيات اللي عاديتانا حول كاس أوروبا اللي كورتل قدمنا وردنا أنت من أحد أهم الكفاءات الحقيقة اللي تعمل في شبكة قنوات تلبيين إن شاء الله بشكلنا أنا معاك اتصالات أخرى في الأسابيع القادمة حول اليورو إذن يظل هكا نصلو إلى نهاية الحصام من بزنس بور ذاكر إذا كان عندك كلمة ختام تفضل لا ما تحبب كلمة ختام كيفش من حبش مستمعين ما يسمعوش لا ولا لي إن شاء الله أنا نتمطع تواب اليورو كل مع اليورو بشتلقى فانتسيزان بتعبئ ذاك والنيفو متى جواريت اليساية إذن نتعلموا منه فعلا إذن هكا نصلو نهاية الحصام نحب نشكوك لعادة كل فريق التقني العاملة معنا إذا معكم أحمد بن ريش يقولكم بسلام نتلقى